اشتركوا في القناة والجهاز الهضمي يعتبر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعدة بيت الداء فمعظم مشاكل والامراض التي تصيب الانسان تكون من المعدة او من الجهاز الهضمي اليوم سنورد خطوات كيف نحافظ على الجهاز الهضمي سنذكر خطوات كيف نحافظ على الجهاز الهضمي اول خطوات الجهاز الهضمي محافظة عليه هو مضغط طعام بهدوء للأسف ثقافتنا بيئتنا كلها لسنا معتادين على ذلك اقولها بكل صراحة خصوصا في مجتمعنا الاجتماعي فالكل لا يمضغ طعامه جيدا بل مستعجل في اكله فالوجبة لا تتعدى لدينا خمس او عشر دقائق والافضل هو ان تمضغ الطعام جيدا حتى يسهل الهضمه ويسهل امتصاصه اما الخطوة الثانية فهي شرب الماء وايضا شرب الماء الكثير مننا لا يشرب ماء كثير يفضل ان اذا اردت ان تقضي على جميع مشاكل الجهاز الهضمي يفضل ان تشرب الماء صباحا قبل ان تأكل اي شيء وايضا تشرب الماء قبل العشرين او ثلاثين دقيقة من تناول اكل الطعام فهذا يريح الجهاز الهضمي ويقضي على المشاكل التي في الجهاز الهضمي الخطوة الثالثة للمحافظة على الجهاز الهضمي وهي البعد عن القلق والتوتر لا يجد احد ليس لديها قلق وتوتر لكن وجد ان القلق والتوتر والحزن والكآبة تؤثر بشكل كبير على سلامة الجهاز الهضمي فهي احد الاسباب للاصابة بقرحة المعدة والاثنى عشر ويقال ان المعدة والاثنى وان الجهاز الهضمي لديه مستقبلات اكثر من الجهاز العصبي نفسه فلذلك يجب ان نتعلم عملية الاسترخاء يجب ان نمعن التفكير في المشاكل وان نلجأ الى الحلول بدلا من التوتر والقلق تناول الاطعمة الساخنة فلدينا الفحسة والسلتة هذه لا نتناولها الا وهي ساخنة جدا وهذه من العادة والثقافة السيئة جدا لا بأس ان تكون دافئة لكن ليس ساخنة لدرجة الغليان وفي المقابل ايضا لا يفضل تناول الاطعمة الباردة جدا المثلجات وهذه ايضا تؤثر على الجهاز الهضمي وتصيبه بمشاكل لا تحمد عقبها ايضا يجب الابتعد عن الامساك قدر الامكان معظمنا يعاني من الامساك والسبب اما عدم الحركة لكن في مجتمعنا خصوصا لدينا القاتل تناول القاتل يعتبر من اسوأ الاشياء التي تسبب الامساك وهذا يؤثر على الجهاز الهضمي تأثيرا كبيرا ايضا من الخطوات المهمة المحافظة على الجهاز الهضمي هي تناول الالياف بشكل كثير كالخضرات والفواكه واي اطعمة تحتوي على الالياف فالاطعمة التي تحتوي على الالياف تمنع امتصاص السموم تتخلص من المفضلات بشكل اسرع تضبط السكر فيها مواد تعمل على اعادة الخلايا وهذا من الاشياء المهمة جدا لسلامة الجهاز الهضمي الاوقات والعدد يجب ان تكون الوجبات ثلاث الى اربع ليس انتلع لا ثلاث وجبات وانما تكون الوجبات اربع الى خمس وجبات باليوم خفيفة الفطور يجب ان يكون باكرا حتى يقوم الجسم بهضم الطعام والاستعداد لعملية الايض ومن الاخطاء الشاعة انه لا ان تفطر او ان تؤخر طعام الفطور ايضا الابتعاد عن الاكلات الدسمة ليس الابتعاد تماما وانما التقليل من الاكلات الدسمة والثقيلة فهذا يؤثر على الجهاز الهضمي قلنا ايضا البعد عن السهر فالسهر يعتبر من اسوأ اشياء تؤثر على الجهاز الهضمي حيث فانه مدمر للجهاز الهضمي يسبب تآكل لجدار المعدة والاثنى عشر لدينا خطوات اخرى وهي الالبان تناول الالبان مثل اللبن الرائب فهو يحتوي على بكتيريا نافعة تساعدنا على الهضم وتقضي على البكتيريا الضارة الذي هي الادوية المميعة للدم هذه يجب ان تؤثر على المعدة والجهاز الهضمي يفضل ان تستخدم بعد الاكل مباشرة هذا ونسأل الله السلامة والخير والصحة والعافية لنا ولكم من كل شر وشكرا